تشارك اثنتاني وثلاثون دولة في مناورات النسيم البحر العسكرية في البحر الأسود وهتستمر نحو أسبوعين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل المناورات تنفيذ تدريبات عسكرية للإنزال البحري والجوي وتنفيذ العمليات الخاصة وتوصف هذه المناورات بأنها حدث هام لحلف شمال الأطلسي على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب اثنتاني وثلاثون دولة تشارك في مناورات النسيم البحر واحد وعشرين التي تعد الأطخم من نوعها في منطقة البحر الأسود حيث يصل عدد الجنود المشاركين في المناورات إلى خمسة آلاف جنديا إضافة إلى ثمانية عشر فريقا من القوات الخاصة والضفاضع البشرية وأكثر من ثلاثين سفينة وأربعين طائرة حربية تستمر المناورات التي تجري في البحر الأسود نحو أسبوعين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وتشمل من بين أمور أخرى الحرب البرمائية وحرب المناورة البرية وعمليات الغطس وعمليات الاعتراض البحري والدفاع الجوي وتكامل العمليات الخاصة والحرب ضد الغواصات وعمليات البحث والانقاذ ويرجع تاريخ مناورات ناسيم البحر إلى عام 1997 إذ تشارك عدة دول إضافة إلى حلف شمال الأطلسي فيما تشارك أربع دول عربية هي الإمارات ومصر والمغرب وتونس وفي وقت سابق حذرت السفارة الروسية في واشنطن من أن حجم تدريبات ناسيم البحر الأمريكية الأوكرانية في البحر الأسود يزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة هناك وأوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة أن موسكو تدعو واشنطن وحلفائها إلى التخلي عن هذه المناورات مشيرة إلى أن حجم وطبيعة هذه المناورات لا يتوافقان مع المهام الأمنية الحقيقية في منطقة البحر الأسود ترجمة نانسي قنقر